يقول السائل أبو محمد هل الميل ميل الأب إلى أحد الأولاد عنده لأنه يقوم بخدمته وطاعته وإعطائه شيء من الترضية هل في ذلك بأس نعم لا يجوز أن يخص بعض أولاده بالعطية دون الآخرين ولو كان أحدهم برا به فإن هذا عمل صالح له يريد التقرب إلى الله ببر والديه وأما إذا كان بينك بينه اتفاق وشرط على أنه يعمل عندك بأجرة مثل غيره فلا بس هذه أجرة ليست عطية نعم